بسم الله الرحمن الرحيم تم عقد جلسة مجلس الوزراء المرقبة 44 لعام 2021 والمرقبة 79 في عمر هذه الحكومة في بداية الجلسة قدم السيد رئيس مجلس الوزراء أرضاً عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومستجداتها وأصدر سيادته مجموعة توجيهات للسادة الوزراء تتعلق بأهمية مواصلة الجهود المبدولة والعمل من أجل تذليل العقبات أمام المشاريع التي تخدم أبناء شعبنا وعدم التأثر بالأوضاع التي يشهدها البلد في هذه الأيام فالحكومة الحالية وضعت منذ بداية عملها مواجهة التحديات العديدة ونجحت في العديد من الملفات وأن تؤسس لبناء دولة المؤسسات كما تم مناقشة مجموعة من القرارات القرار الأول تأجيل تزديد الغرامات المفروضة على الشركات التي لم تتمكن من تقديم المعلومات القانونية الكافية في الوقت المحدد بسبب تأثرها وتأثر الاقتصاد العراقي بشكل عام بجائحة كورونا وكان هذا القرار بطلب من وزارة الإسكان واتحاد المقاولين العراقيين وتم الاستجابة لهذا القرار لهذا الطلب وإصدار القرار المناسب تم اتخاذ قرار بدعم المركز الوطني للاستشارات الهندسية والمختبرات الانشائية هذه المؤسسات الحكومية الرصينة لقرض القيام بأعمالها اليومية كذلك تم مناقشة إصدار نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والمعاهد الأهلية وتم التوجيه للجهات المعنية بإكمال إصدار هذا النظام سيتم إصداره قريباً لضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات التربوية كذلك تم التصديق على اتفاقية دعم الشعب اللبناني عن طريق زيت الغاز بكمية 500 ألف طن مقابل الخدمات المقدمة إضافة لهذا الموضوع هناك قرار مهم توجيه مهم بدفع مستحقات أو جزء من مستحقات الفلاحين بقيمة 250 مليار في الأيام القليلة القادمة هذا طبعاً جزء من مستحقاتهم هناك موضوع مهم أيضاً يشغل كل العراقيين وهم المواطنين العالقين في بلاروسيا حيث سيتم منذ يوم الخميس القادم تسير أول رحلة لغرض عودة العراقيين الراغبين بالعودة وستتحمل الحكومة العراقية كافة المبالغ التي ستصرف في هذا الموضوع أيضاً تم مناقشة التقرير الذي قدمه البنك الدولي في الفترة الأخيرة في الأيام القليلة السابقة وهو يؤشر لنجاح الاقتصاد العراقي حيث انعكس ذلك بزيادة إقبال على شراء السندات العراقية وهذا موضوع مهم جداً حيث هناك حركة للاقتصاد العراقي عن طريق هذا التقرير الذي أثبته نجاح الحكومة في المرحلة السابقة في هذا الموضوع شكراً لكم تحياتي شكراً لكم